ترجمة نانسي قنقر اللي هو طالب بيعيش ثمان ساعة يعني دوام إذا كنت في الجامعة دوام في الجامعة بعدن إلى البيت إذا كنت في المدرسة من المدرسة إلى البيت فروتين يومي تغرق فيه إذا كنت موظف ثمان ساعات تدوم فيها فتغرق في دوامك يعني في روتينك اليومي طيب كل واحد مننا مع عادة يومية إمار الساعة لكن هذه العادات تضيع داخل الروتين اليومي أيضا معك اهتمامات وهوايات لكن كمان هذه الهوايات تصبح شي بسيط حتى في الويكند أحيانا تكون معك أعمال متراكمة أحيانا تكون معك تكاليف طلاب أحيانا تكون معك يعني مثل ما نقول واجبات عائلية فتضيع اهتماماتك وهوايتك داخل هذا الشيء طيب أنا كنت في البداية نربط الأحزمة ونرجع خمس سنوات ونسافر لليمن لأنني أنا من اليمن أنا كنت زيكم كان عندي روتين يومي يعني في 2015 كان عندي روتين يومي ثمان ساعات أداوم من الصباح إلى المساء واهتماماتي أو هواياتي كانت تضيع في جدوى اليومي يعني لم أكن أجد لها فراغي يعني لأنه مشغول دوام وكذا وأعمال وما إلى ذلك طيب بعد هذا الروتين اليومي طرع علينا شيء مفاجئ طبعا هذا الانفجار يعني ما زال في إذني إلى اليوم أجد الحرب في 2015 في اليمن بداية الحرب أنا كنت داوم ستة أيام في الأسبوع مع الحرب أصبح داوم يومين في الأسبوع بعد المقيد داوم ثمان ساعات أصبح داوم ساعتين فالروتين اليومي تقلص وأصبح مني فضاء فراغ تام طبعا في البداية كان معي أنا يعني كل شخص معنا عنده هوايات وعنده اهتمامات أنا كان عندي اهتمام يعني هوايتين هكذا بارزتين أستطيع أن أمارسها داخل يعني غرفتي أو داخل نشاطي فطبعا في بداية الحرب الناس نزحوا من المدن الرئيسية مثل صنعة اللي أنا كنت فيها نزحوا إلى القرى خوفهم من القصف خوفهم من الاشتباكات أنا اضطرت بسبح حكم عملي أني أظل في صنعة كنت أسكن في شقة مع بعض الزملاء الكل نزح بقت لوحدي في الشقة هذه ربما لكل شعر بالعزلة أو مع جائحة كورونا في 2020 عندما تم فرض الحظر أو الإغلاقات لكن الفرق ممكن بيني وبينكم أنني أنا أجبرت أن أظل في غرفة الوحدي طبعا بدون كهرباء انفجارات تسمع طوال اليوم اشتباكات قصف فبدأت يعني أقولت أمارس عاداتي وأعتقد الكل مع وضع كورونا كأنني مارس عاداته في يعني يا قراءة يا مشاهدة أنا كاندي عادتين القراءة ومشاهدة الأفلام فانكببت على قراءة الكتب وانكببت على مشاهدة الأفلام طبعا وجهة طفلة هذه يعني أنا أصبحت يعني ظلت ممكن حوالي 3-4-5 شوار أنا في هذا الروتين يعني أداوم فقط صاعتين أو أربع ساعات في الأسبوع وقت طويل فراغ ظلام أنه ما فيش كهرباء ما فيش إنترنت حتى تضيع الواحد يروح يلتهي بالإنترنت فبدأت أمارس الهواية فضقت بدأت أخش حالة لأنه أصبح العادة أو الهوايات أصبحت إيش أصبحت روتين فلما دخلت في الروتين دخلت مع هذه الاكتعاب فأصبحت كوجهة الطفلة خائف مترقب متوجس ربما الطفلة هذه تجد صدر أمها التي تحتضنها بالنسبة لي كنت الوحدي بالمناسبة هذه ابنتي ضوء القمر وهي ضوءي أنا كنت أعايش في ضرام زي الغرفة هذه يعني زي الشاشة هذه لم أكن ضرام فبدأت أحس بالاكتئاب يعني صح كنت أمارس قلتكم العادتين هذه قراءة ومشاة الأفلام لكن بدأت أنغمس وأنغرق تجترني الطاقة السلبية إلى أسفل فجأة قلت يعني في طاقة عندي في يعني بدل ما تكون طاقة سلبية تسحبني إلى الاكتئاب إلى إلى العزلة إلى الكذا في ظل الحرب جتني فكرة الفكرة هذه أعتقد لو كل واحد فينا مارسها أو طبقها إن شاء الله سيجد فرق في حياته طبعا الفكرة قلت أنه طاقة اللي عندي هذه ما أكبتها أحاولني أحولها إلى شيء إيجابي فجأت الفكرة اللي معايا أنه أنا عندي أعداد القراءة أمارسها كل يوم لوحدي أقرأ كتب مشاهدة الأفلام أشاهد الأفلام كل يوم يعني كنت ممكن في اليوم الواحد أقضي خمسة سبعة أفلام يعني لوحدي فتضجر طبعا فقلت الفكرة أنه أبدأ أشاركها مع الآخرين ليش ما أشوف ناس في نفس اهتماماتي في منزله فقلت أكيد في أشخاص مثلي قاعدين في بيوتهم في منازلهم في غرفهم منعزلين يمارسوا هوايات هم يعني متعودين عليها لكن كل واحد يمارس لحاله فأكيد بنفس حالتي يعني أنه بدأ يخش في الاكتئاب والضجر فبدأت نظمت مع بضل أصدقائي لي أنه نكون كل خميس نلتقي لمدة ساعتين نقرأ كتاب ونناقش الكتاب في نهاية الأسبوع نشاهد فيلم ونناقش الفيلم في نهاية الأسبوع في البداية كنا ثلاثة أصدقاء طبعا مع وضع الحرب الكل كان فبعدين شوية شوية لما بدأت الحياة ترجع إلى صنعاء أو مثل ما نقول بدأت نألف على الحياة في ضل الحرب استطعنا أنه نبدأ نكون مجموعة أكبر صرنا خمسة ستة سبعة لما شفت بعد بداية أكبر أسسنا نادي نسميناه نادي عابق الثقافي في هذا النادي كم معنا نشاطين في البداية اللي هو نشاهد أفلام ونناقشها ونقرأ كتاب ونناقشه طبعا في البداية في الأفلام كنا نشاهد الأفلام في بيوتنا يعني كنا نشاهد في أي وقت يعني ويوم الخميس نلتقي ونناقش الفيلم بعدين نطورنا الفكرة قلنا ليش ما نجتمع طبعا ما فيش سينما مع وضع الحرب قلنا نعمل سينما بسيطة يعني نجتمع نعمل ونشاهد الفيلم سوية ونناقشه طبعا مناقشة الأفلام ايش تستبيد منها لما تناقش الفيلم تحول عن فعل الترفيه إلى فعل استفادة تستخرج من أو تستنبط من الأفلام الفوائد والمعلومات وعادات تكتسبها يعني كويسة أذكر مرة شاهدنا فيلم كان اسمه اختراع الكذب الفيلم يحكي أنه مدينة أول مرة يختراعوا فيها الكذب وكذا فكام من مخرجات الفيلم هذا أنه اتفقنا أنه نظل أسبوع كامل ما نكذبش ولا كذبة لا كذبة بيضة ولا كذبة سوداء فكانت من التجارب الحلوة بعد ذلك التطور معاتنا الأنشطة في النادي طبعا ربما يأتي سؤال يعني بدأنا النادي هذا أو الفعل هذا بدأنا الأنشطة هذه كإحتياج لنا لكن بعدها خلاص أنا رجعت للروتيني اليومي رجعتها داوم ثمان ساعات الزملية الأصدقائي كمان رجعوا كل واحد يرجع في الروتيني اليومي لكن النادي أو الأنشطة بدأت تستمر معنا ليش؟ لأنه شعرنا أنها تحقق ذاتنا ونسعد بهذه المشاركة خاططنا أنه يعني مع وضع الحرب في اليمن البعض كان يشوف أنه يعني خلاص طورت الحرب أربع سنة وخمسة نحن الآن سنة سادسة داخلين فيها أنه ما فيش مخرج فقلنا لا طبعا اليمن كانت ذو حضارة قديما يعني وكان فيها ديمقراطية وعيش وسلام وما إلى ذلك فقلنا نعمل رحلات إلى أماكن تاريخية عشان نحن الجيل الشاب نشوف الأماكن اللي صنعوها أجدادنا ونتأمل أنه سيعود اليمن سعيدا مثل ما كان سعيدا أو مثل ما ذكره بطل ميوس وغيره من الرحالة على اليمن السعيد فقلنا برحلات يعني كنا كل شهر نذهب برحلة إلى أماكن تاريخية في اليمن في نقطة مهمة أيضا شعرنا بها وأعتقد أن الكل شعر بها في وضع كورونا معانا كبار السن الذين يأخذوا يتقاعدوا من العمل هم يتقاعدوا من العمل ويضم في نفس الوقت يتقاعدوا من الحياة الاجتماعية فيصبحوا منعزلين في منازلهم أنا انعزلت في منزلي وما صرت ألتقي مجتمعي أو أصدقائي أو زملائي فشعرت بكآبة فكيف بكبار السن اللي كان حياتهم مليئة بالحياة الاجتماعية وكان دو مركز أو دو يعني فوكس عليه ثم يصبح يتقاعد على العمل يقعد في بيته نذهب ونزور أحد كبار السن اللي كانوا رواد في المجتمع ففعلا لما ذهبنا وشاركناهم وقعدنا معاهم يعني وتشوف الابتسامة تطلع منهم من الضرس للضرس تشعر فعلا بالتأثير الإيجابي اللي انت أدخلتوا عليه وكمان احنا استفدنا لأنه عندما كنا نقعد معاهم كنا نقولهم عطونا تجاربكم في الحياة ايش استفدتوا يعني الناس بلغت مغار سبعين ثمانين سنة فكان يعطونا فوائد كبيرة جدا والنادي ما زل مستمر في صنعاء فهذا هو التأثير المجتمعي إلى اليوم قائم وتعددت الأنشطة يعني لم يصبح فقط قراءة ومشاة أفلام لا قراءة ومشاة أفلام رحلات وندوات وأشياء عديدة نقيم بها في النادي طبعا مثل ما حنا شاركنا العادة اللي كانت عندنا عادة القراءة وعادة مشاة الأفلام فقلنا نبدأ نشارك تجربة النادي لأن النادي مهما كان تأثيره سيكون تأثيره على مربع صغير في صنعاء ربما يعني مثل ما نقول ما يكونش على صنعاء كامل فلذلك بدأنا نحاول نجمع الشباب ونشاركهم تجربة النادي أنه لو كل واحد يعمل يعني لو أصبحت ظاهرة النوادي في كل حي أو في كل منطقة فيه نادي سيكون هناك تأثير كبير على المجتمع طبعا النادي أيضا من التأثيرات أنه سطعنا أنه نعمل دليل للمناقشة الكتب في الأندية القرائية طبعا نزلنا على مكتبة نور الإلكترونية ووصل فيه التحميل أعتقد إلى 300 تنزيل لهذا الدليل أيضا بعد تقريبا أربع سنوات وخمس سنوات من إنشاء النادي أنا فكرت أن نعمل استطلاع نقيس فيه أثر القراءة على الشباب اللي كانوا معنا سواء في النادي أو عملوا أندية مبادرة قرائية وأثروا فيها فعملت استطلاع وكان تقريبا العدد اللي شاركوا في الاستطلاع 400 شاب وشابة النسب أمامكم كان في سؤال مهم أنا طرحته يعني اللي هو من كان له الأثر في غرس القراءة لديك تصوروا أن الرسل لم تكن رقم واحد الأصدقاء أنت لما تشارك العادة مع صديقك بتعمل تأثير عليه بتخليه يتأثر بعادتك ويكتسبها طبعا العادات الحسنة والحميدة ليس في العادات السيئة يعني أنت لو تنزل بس كل يوم في الصباح أنك تشرب قهوة صاحبك بتأثر ويصير يشرب قهوة زيك لما تنزل كل يوم أنك تقرأ كتاب الصاحب بتأثر ويصبح يقرأ كتاب فما بالك إذا كونت مجتمع أنه يكون الكل مثلا يقرأ فيها كتاب أو يناقش فيها أفلام أيضا كان من الأسئلة المهمة أنه لماذا تقرأ فكانت الإجابة له ربما نحن في وضع حرب يعني أنه علاج نفسي أو هروب من الواقع المعرفة كانت مش دون نسبة عالية فأصبحت القراءة علاج وحل للإشكاليات وكان فعلا حل لنفسي أنا أولا في البداية وحل أيضا لمن كان حولي من الأسئلة اللي يشاركوني أيضا الارتباط بمبادرة قرائية لها أثر كبير أن تجعل الشخص يقرأ كتب متنوعة وبدل ما تفكر بعقل واحد تفكر بعشرة عشرين ثلاثين عقل مثل ما قلت في البداية أنه لا تكبر طاقتك بل حولها لا يستفيد الآخرين نحن كلنا مننا عنده عادات يمارسها وهوايات يمارسها شخص تحب التصوير حاول تجمع حولك كوميونيتي أو مجتمع يحب التصوير وإخرج يعمل رحلة للتصوير تشعر بسعادة غامرة جدا وبتأثر في المجتمع أنت بتحب الرسم اعمل مجموعة معك للرسم ولكن أصبحت السوشي الميدة تسهل علينا أنه نجمع من حولنا يعني ونأثر عليهم في الأخير أحب أقول لكم أنه أي عادة معاك أو أي هواية حاول أن تشاركها مع الآخرين لكي يسعدوا فشارك لتسعد شكرا لكم شكرا لكم